القممة العربية ما احترامنا للجميع ولكل القادة إلا أن القممة العربية لا تخرج عن حدود الكلام وحتى الحبر يعني حتى القرارات التي تطلقها أو تصدرها القمة العربية والتوصيات يعني قبل أن يجف حبرها إسرائيل تغتال كل الكلام العربي وتضرب بيه عرض الحائط القمة العربية الإسلامية التي عقدت مؤخرا بالسعودية والقمة التي انتهت منذ قليل في قطر المسألة نشجب وندين ونستنكر ونطالب وندعو أما على الأرض هذا هو الذي يمكن أن يحل الأزمة لا توجد أي إجراءات على الأرض السفراء العرب باستثناء السفير الأردني الذي سوحب السفراء العرب موجودون في إسرائيل العلاقات التجارية موجودة خطوات التطبيع كما هي اللهم إلا ما جرى من السعودية من تأخير إجراءات التطبيع من إسرائيل الأموال العربية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تستخدم لدعم إسرائيل هناك أوراق كثيرة يملكها العرب وأوراق ضغط يمكن أن تجبر إسرائيل ومنها دعم إسرائيل على الأقل أن يلتزم بصقف من الإنسانية والأدمية في التعامل مع فلسطين وأن تبدأ فورا مسألة أو مرحلة حل حسم النزاع المراحل التي سبقت طوال 70 عاما ماضية هي مراحل إدارة للملف الفلسطيني وإدارة للنزاع الفلسطيني على الإسرائيلي أما مرحلة حل هذا الملف وحل تلك القضية لم تبدأ بعد يجب أن يضغط العرب باتجاه أن تبدأ ساعة الحل وليس إدارة الصراع هناك فرق كبير بين إدارة الملف وحسم الملف الآن ما زلنا في مرحلة إدارة الملف العرب يملكون الكثير من أوراق الضغط يمكن أن تجبر الإدارة الأمريكية ورعاة إسرائيل أن يبدأوا في مرحلة الحسم حسم هذا الملف الذي طال أمده والذي يعتبر سبة في جبين العالم وما ترتكب إسرائيل من جرائم تحت سمع وبصر العالم هو يندلها الجبين وسوف تستمر هذه الجرائم سبة في جبين العالم ونخطة عار في تاريخ الإنسانية جماعة